النبي أفصح من نطخ بالضاد وحديثه واضح يقول قبل أن يموت هذا قبل أن يهرم هذا الساعة تقوم صحيح يا رسول الله أنت قلت هذا؟ ولا يا حشاه والله الذي لا إله إله حشاه لأنه هو الذي بلغنا قول الله تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك عن الساعة أيها مرساة فيما أنت من ذكرها ويقولون يا عدنان تشكك في الصحاح لأنا لا أريد من يشكك في قرآني في ديني يا أخي لا أريد من يكفر هذا الجيل وهؤلاء الناس الناس لهم عقل ولهم قلب ولهم حب وعشط نبيهم وكتابهم فلا تشككوا الناس في قرآنهم من أجل بخاري ومسلم مع احترامي على الرأس والعين والله العظيم للبخاري ومسلم لكنهم بشر وجهدهم بشري وهذا الجهد البشري مدغول ومدخول وفيه أخطاء وفيه مصائب علينا أن نكون واضحين إزاء هذه المصائب كالسيف القاطع هكذا لا يمكن أن نقايض كتاب الله بسنة تنسب إلى النبي والحمقى أيها الإخوة وهم كثيرون كثيرون في هذه الأمة ممن ينتحلون اسم العلم والعلماء والمشيخة يوقعون في وحل الناس أن الحديث إذا كان في الصحيحين انتهى النبي قاله حتما من أين لكم يا أخي يا أخي من أين لكم أنه قاله هل قال النبي هذا حتما قال لك حديث الأحاد وإن لم يفد علما لا تأخذ منه عقيدة ولكن إن احتفت به قرائن أو حفت به قرائن قد يفيد الاعتقاد قد يفيد العلم مثل ماذا قال لك كونه مخرج في الصحيحين يا سلام من أين أتيتم بهذه القاعدة التي لا معنى لها هذا حديث مخرج في الصحيحين والله العظيم وأنا على منبر رسوله لا أقبله طرفة عين ولا أشكك في نبيي ولا أشكك في كتابي وديني قال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وعلى فكرة واضح جدا حديث كثير أخرى في أروي الإمام أحمد وأبو ذهود وابن ماجة عن أبي هريرة يقولوا عليه الصلاة وأفضل السلام إني لا أرجو أن أدرك يا عيسى ابن مريم يعني ممكن المهد والدجار كل هذا بسرعة بسرعة ويطلع عيسى وأنا أسلم عليه أخي هذا عيسى فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم يخطبكم أنتم أم يخطب أصحابه طبعا أصحابه لا تقول الإله النبي قال منكم يا السلام وهذه تعام هو يقول لك أنا تقريبا سأدركه لكن ممكن يعجل بي الموت فإن عجل يا بي الموت فمن أدركه منكم فليقرئه من السلام يعني يجزم بأن أصحابه طبعا مثل حديث أنس في الصحيحين سيدركون المسيح يا أخي هذا كذب حسبنا الله عن الوكيل حسبنا الله عن الوكيل على هذه الأحاديث التي تريد فعلا أن تسلق هذه الأمة من دينها تعرفون الحمد لله لطف من الله أن هذه الأمة في جمهورها ومعذرة والله العظيم لكل الناس جاهلة أنا لا أفتري معظم الأمة جاهلة واحد يقول لك هذا في البخاري ومسلمين وفي حياته ما سمعه وفي حياته ما قرأه لأن الأمة لا تقرأ أصلا أمة لا تقرأ لكن لو كانت تقرأ وتنقر وتفتش وتبحث أنا أقول لكم كثير منها لا كفر أي منذ حين كان يلحد شبابنا الآن بدأوا يقرؤون فلسفة وتطور وتصميم ومش تصميم بدأوا يلحدون لأن الخطاب بائس ونفس الشيء بكرة يفتشون في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة يقول لك تفضل معنى الحكاية كلها كذب في كذب كلها كذب في كذب بعد أن أحاديث الدجال وعيسى متى متى ينزل عيسى متى يظهر الذجال ملعون بعد فتح القسطنطينية والحاديث واضح جدا 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 فيصى عيح المسلم عن النواسع بن سمعان بفتح القسطنطينية فبينهم هم يقسمون الغنائم إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح يددجال مسيح الضلالة إن المسيح قد خلفكم في أهلكم في أهلكم فيخرجون وهو باطل حتى إذا أتوا الشام فكل هذا في أيام في أسابيع فهم يصطفون لملاقات العدو إذ نزل المسيح ابن مريم والدجال موجود وين يا بابا؟ القسطنطينية فتحت من خمسمائة سنة انتهينا أي قسطنطينية وأي دجال وأي عيسى يعود ما القصة هنا؟ صحيح مسلم قطع الله لسانك قطع الله لسانك قطع الله عقلك ليس لك مخ ليس لك عقل حديث صحيح واسمع التأويلات الفارغة من باب لعلّ ولعلّ لعلّ ولعلّ لا تنفع في موضوع حديث أنس في موضوع فليقره منه السلام لكن في حديث قسطنطينية لعلّ القسطنطينية تعود إلى الكفار لا يا أخي لا علّ للله هذه اللّ علّ لا لبّ الله للرجاء أقسم بالله يا أخي قال ممكن هذا القسطنطيني إسطنبول هذه ترجع للكفار مرة ثانية ويرجع من آين لكم أنها تفتح مرتين وتغزى ما الكلام الفارغ هذا؟ تكلّفات باردة عجيبة من أجل تصحيح الحديث لأنها في الصحاح كأن النبي قطعا قالها ما قالها ولا درى بها وحسبهم الله ونعم الوكيل فنعود فقالوا الأحاديث من أجل الأحاديث وحتى لا أنسى أنا أقول لكم اضربوا كشحا أو ليتا بل كشوحا عن هذه الأحاديث فقط مرحليا لنصف ساعة ثم اقرأوا الأدلة من كتاب الله وتوهموا خنوة ذهنياتكم أذهانكم من هذه الأحاديث ليس في كتاب الله آية واحدة أيها الإخوة تصرّح بعودة المسيح بل فيه آي وآي والسنن إلهية ومعبر عنها بلفظ رباني معجز بليغ بديع قاطع ماض أيها الإخوة شاف كاف أنه مات كشأن إخوانه المرسلين ليس هو نبي ليس هو رسول ليس ماتوا من قبله وهو أيضا مات ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلنا الطعام قال زيه زيه ليس ماتوا الله قال هو مات كمان ولذلك قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله لا يا عبدان يمكن الله قال إلا عيسى بن مريم لا نقرأ أم جاهلة لا ما قالش هذا الله ما قالش الروا أبو فلان وأبو علان قالوا آه ابن مريم استثناء ها الله ما قال استثناء قال هذه السنة كونية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قال قد خلت من قبله الرسل خلت انقرضت وبادت وفنيت مثل ما فنت الرسل قبل عيسى فانيت الرسل قبل مين قبل محمد والمقصود هنا أصال من بالذات عيسى هذه الآية إشارة إلى عيسى بالذات ثم بعد ذلك إلى من قبل عيسى لماذا لأن أولى الأنبياء بعيسى محمد عليه السلام قال أنا أولى الناس بابن مريم ليس بينه وبينه نبي إذن أول واحد ينضوي تحت هذه الآية عيسى بن مريم خلأ مات وفني لذلك في العطبية كما قال علم الطاه بن عشور في التحيوة التنوية قال في جامع العطبية عن الإمام مؤسس المذهب مالك بن آنس رضوان الله عليه قال مات عيسى عن ثلاث وثلاثين سنة مات مات الله قال فلما توفيتني إني متوفيكة قد خلت من قبله الرسل مات يقول الإمام مالك مات على كل حال ما في علاقة يعني لزومية بين أنه مات ولن يعود بعضهم يقول مات وسيعود وبعضهم يقول مات ولنعود نحن مع الفريق الثاني مات ولن يعود وسوف نرى هذا قرآنيا ثم احتجوا بأحاديث أنا وقفت عليكم الآن لأن الجوالان في ميدان تقييم هذه الأحاديث ومقارنتها وإبراز ما بينها من تعارض وتنافر وتشاكس وتخالف يطول جدا جدا يحتاج لمحاضرات ولعلنا إن يسر الله نفعل هذا قريبا بإذن الله تعالى ونتكلم عليه سندا ومتنا على أنها في الصحاح بعضها في الصحاح هذه المتخالفة المتشاكسة المتكاذبة والمكذبة أيضا لصريح كلام رب العالمين أيها الإخوة سنتحدث عنها وحدها لكن أنا وقفت بكم عمدا عن قصد على بعض منها لكي تعلموا أيها الإخوة أنها من المحال أن تصح عن سيد الخلق عليه الصلاة وأفضل السلام تحدثنا أيها الراوي لا أقول للرسول أيها الراوي أيها المغرج عن مسيح دجال وعن مسيح عبد المريم بعد فتح القسطنطينية قد فتحت القسطنطينية وين ما في يقتسمون الغنائم هيام ما في أيام يظهر هذا وهذا أين هذا من أين أتيتم بهذه الأحاديث والمرويات ولا حول ولا قوة إلا بالله لا هي العظيم ترجمة نانسي قنقر